قصة الشك أيها الإخوة الذي يلمح إليه القرآن على أنه اعترى بعض الأنبياء لأن كنت في شك قصة إبراهيم أيها الإخوة ويعلماء فيها تأويلات مختلفة لكن لما؟ أليس النبي في نهاية المطاف إنسانا؟ وأليس إنسانا عاقلا في أرفع رتب العقل؟ أليس من حقي؟ هذا حق إنساني أيها الإخوة أن يحاكم وبالتالي أن يرتاب ولو لفترة لحين من الزمن من حقه هذا انتقاص الإنسانية النبي من حقه أن يرتاب لحين لكن هذه الريبة بالذات كما قال ابن الهيثم رحمة الله عليه في الشكوك على بطليموس أيها الإخوة قال في بطن هذا الشك في بطن هذه الريبة يكمن اليقين اليقين الحقيقي اليقين المبرهن هنا يكمن أيها الإخوة وليس اليقين الذي يردد يا لتعاسة الثقافة العامة فقافت اللهم إيمانا كإيمان العجاز لم أحب يوما إيمانا كإيمان العجاز يوما في حياتي ولن أحبه أيها الإخوة لأنني أعلم أن هذا الإيمان وإن كان واثقا إيمان العجاز واثق جدا إيمان جدتك وجدتي واثق جدا جدا هي تؤمن بالله أختم وتؤمن بنفسها ولكنه ضحل جدا 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 كم هو ضحل لكن كم هو وثيق قوي جدا لكنه ضحل لا نحن نريد إيمانا كإيمان العارفين عميق جدا جدا ووثيق جدا إن شاء الله تعالى وهذا ليكون إلا بالفكر بعضكم قد يقول ولكن هذا أيضا مروي وبأسانيد عن أب المعالي الجويني وعن الفخر الرازي شيء من هذا القبيل أيها الإخوة هؤلاء من جلة علماء العقيدة يعني فلاتفة العقيدة هؤلاء تمنوا حين كانوا على فراش الموت إيمانا كإيمان عجاز نيصابور كلام فارد من ناحية إسنادية هذا كذب على أب المعالي لقد تتبعنا هذا إسناديا كذب لم يثبت هذا عن الجويني أنه تمنى هذا الشيء وحاشا لله حاشا لله أن يكون الجويني وهو شيخ حجة الإسلام الغزالي عبر عمره المبارك كله كان مغرورا أيها الإخوة ومخدوعا ثم انكشف عنه الغضاء لحظة موته يعني فقط أصبح عاقر وذكيا لحظة موته لحظة واحدة أما طيبة حياته كان أشبه بالغبي حاشا لله حاشا لله لم يكون هذا شيخ الإسلام إمام الحرمين حجة هذا الدين مستحيل يقولون الفخر الرازي نفس الشيء القصة اللطيفة والتي ترده كتب العقائد وكم هي سخيفة تظن لطيفة وهي في منتهى السخف أيها الإخوة الفخر الرازي يمشي أيها الإخوة محموعا على الأكف والرقاب والناس محتفون به أيام احتفاء إذ أطلت عجوز فقالت من هذا المحمول المحتفى به قالوا هذا شيخ الإسلام الإمام فخر الدين الرازي لماذا تحتفون به كل هذا الاحتفاء عجوز لا تعرف عنه شيئا قالوا لأن هذا الرجل وضع كتابا فيه ألف دليل على وجود الله قالت ها حسن لو علمتم حقيقته لرجمتموه بالحجارة لماذا أيها العجوز قالت لأنه لو لم يكن عنده ألف شك لم احتاج إلى ألف دليل الله نصرخ حمقة شو الله هذه حماقة هذا الكلام في منتهى الحمق لا يمكن أن يسوه أنا موقن مؤمن أن الفخر الرازي لو سمع هذه الحماقة لربما دبج ألف دليل في نقضها على التو رحمة الله عليه ومن يعرف الرازي يعرف أنه قادر على هذا الفخر الرازي لكن أنا سأدافع عنه بعد المئات السنين من ورائه رحمة الله عليه أولا هل يعني ألف شك أيها الإخوة أنها ألف شك وقعت لي شخصيا زلزلتني لا ممكن تكون ألف شك منقولة ومحاكاة صح شكوك وردت على الشاكين والمشككين أنا أذكرها كمصنف في العقائد وأجيب عنها واحد هاي أول جواب من الشرط أن الفخر الرازي زلزل بألف شك من أين هذا الكذب علي القرآن الكريم ألا يورد شبهات أيها الإخوة الملاحدة والكفار والمشككين ثم يجيب عنها هذا الله نفسه شاك أصطفره عظيم هل محمد الذي نزل القرآن على قلبه شاك أيضا إذ يقرر هذه الشكوك هل كان عند محمد من الشكوك والشبه بمقدار ما أورد الله في القرآن الكريم غير صحيح غير صحيح إطلاقا أيها الإخوة غير صحيح إطلاقا هذا أبسط الجوابات عن هذه المسألة وهناك جوابات أخرى كثيرة ذكرناها في درس في معرض نقاش عرضي لكن لما هذه القصص ولما توضع في الكتب لكي تزيد أيها الإخوة من رذيلة تعطيل العقل المسلم تعطيل عقل المسلم والمسلمة لكي لا نفكر الأفضل أن لا تفكروا الأفضل أن تسلموا أطفئوا مصباحة أي عقولكم إذن أطفئوا مصابيحكم أطفئوا مصابيحكم لن أسف الشريط